يعني ما عندي صورة أولى إلا التالي أنا بعتبر لبنان والنزام في لبنان مأخوذ رهيني اليوم من قبل قوة سياسية عم تحاول تفرض شخص مرشح للعيس الجمهورية كرئيس جمهورية وبعتقد الفدي اللي بنا ندفعها لنطلع الرهيني هي إنه نعمل رئيس جمهورية وفقاً للإملاءات اللي عم تمل علينا وهذا أمر طبعاً نحن نرطب بدي أقوله إنه ما بيجوز بأي صورة من الصور من قلب على الدستور ما بيجوز بأي صورة من الصور من أن ناخد لبنان ومؤسساته وحياته ومصلحة اللبنانيين رهيني تنأمن مصلحة لشخص أو لفقاً سياسية معينة في هذا البلد في أحكام دستورية في قانون بيرعي كيف يصير الانتخابات هذا الانتخابات هذا المجلس النيابي والمكان الذي نحتكي ميلاه وأنا بعتبر أي لجوء إلى أي موقع آخر أو إلى تعطيل هذا المجلس هو ضرب للنزام الديمقراطي في لبنان وهذا ما لا يمكن أن نقبل طبعاً 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 نحنا قلنا ونظل نقول راح نظل نقول أنه خلي تفضلوا مجلس النواب خلي اللعبة الديمقراطية تاخد مجرها اللي بياخد 65 نائب نجي كلنا من هنين كان مننا مفروض البقينة هنقول العياد الديمقراطية والكام منهم الفئة التانية نحنا من هنين حياة الديمقراطية وهذا احترام الحياة السياسية والرأي الآخر إذا كنت ما تحترم الرأي الآخر إذا كنت ما بتعتبر في رأي آخر غير رأيك بتقاطع لمجلس النواب لأنك ما بتعترف بالآخر بدك تفرض على الآخر تبتزل آخر أو بعطل البلد بتعمل البلدية أو ما في بلد هذا أمر ما بيستمع صوت البترك عالي ونحنا من أيد صوت البترك نحنا منعتبر الضغط الشعبي يجب أن يزيد ولا يمكن القبول بما يجري لأنه هذا البلد مش ملك حدا هذا ملك كل اللبنانيين وفي حياة سياسية بهذا البلد ترعى في دستور ويرعى الأصول بأننا نفعل فيها المؤسسات الدستورية ولا يجوز تغييب موقع رئيس الجمهورية لخدمة شخص أو فئة معينة من الناس معاليك بالأسبوع الماضي كان هناك محادثات سياسية إن كان بين أطراف لبنانية أو مع أطراف خارجية لماذا لم تخضي إلى أي نتيجة؟ لك تسأل العطل وقت مع الوزير قرار لانتخاب الرئيس ويل عند اللبنانيين ويضل عند اللبنانيين عنده عند اللبنانيين ورأياتك؟ إذا اللبنانيين مارسوا لبنانيتهم بعدوا عندنا إذا اللبنانيين مش رايدين يمارسوا لبنانيتهم وحقوهم كلبنانيين وحقهم بتقرير مصيرهم واستقبلهم ومصير مؤسساتهم من الطبيعي أنه يعطلوا المجلس ويشوفوا ينتظروا أمريكا وإيران وسوريا والسعودية وما بعرف مين همين شوفوا لما بدوا يعملونا رئيس خليتفضلوا على المجلسة نحن ننتخب رئيسنا بما أنه بعدنا نحن نطرين الخارج ماشي نطرين أنه نحترم الدستور ونجي على مجلس نوال هذا النطرين وكل كلام غير هيك هو الحقيقة تبرير للي عم بعطلوا الدستور واللي عم بعطلوا انتخابات رئيس جمهورة شكرا لكم